أعود إليك دكتور أيمن شهين أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة مؤتمر قصير سريع تحدث باللغة العربية دينال هاقري ومثلما عاد ما قاله بالإنجليزية ويبدو بأن الجيش الإسرائيلي إسرائيل بشكل عام ما تزال تبحث عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة بالطرق الصعبة رغم أن هناك على الطاولة صفقة اتفاق يقال بأنها أفضل صفقة تطرح لغاية الآن ولكن رغم ذلك هناك رفض شديد من قبل بعض الأطراف في إسرائيل لها حتى أنهم يهددون بحال الحكومة لماذا هذه صفقة غير مرضية لهؤلاء ما المزعج فيها بالنسبة لبعض الإسرائيليين المزعج فيها بالنسبة إلى أقصى اليمين اسمه ريتشو بنكيفير هو نقطين أساسيتين كما جاء على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن وأكرر لك ما قلته في البداية بايدن أكد أن هذا هو مقترح إسرائيلي في خطابه النقطة الأولى نهاية الحرب وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة كامل اثنين الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وهذه ممكن في حولها بعض الإجتهادات خطاب بايدن كان واضح المرحلة الأولى فترتها ست أسابيع في الست أسابيع هذه يتم وحددت ملامحها تماما وقف إطلاق نار في كل قطاع غزة انسحاب إسرائيلي من الأماكن المقتضة بالسكان تبادل المحتجزين حماس تسلم المحتجزين المدنيين الكبار السن والنساء والمصابين والجرحة مقابل حدد عدد الأسرى الفلسطينيين كما جاء على لسان بايدن مئة أسير فلسطيني مقابل هؤلاء إضافة إلى عودة الفلسطينيين إلى أماكن سكنهم سواء من الجنوب إلى الشمال وهكذا هذه في الصفقة إضافة إلها ستمائة شاحنة منذ بداية اليوم الأول من الست أسابيع ستمائة شاحنة ستدخل قطاع غزة يوميا إضافة إلى كما جاء على لسان بايدن أيضا عشرات آلاف عشرات آلاف البيوت اللي هو لتسكين الناس اللي هدمت بيوتهم والقصد هذه اللي هي البيوت المؤقتة هذا كله في المرحلة الأولى هذا المرحلة الست أسابيع واضحة الست أسابيع المرحلة الأولى واضحة يبدأت محددة وسيتم تنفيذها من اليوم الأول من الأسبوع الأول في الست أسابيع كما جاء على لسان بايدن يبدأ التفاوض على المرحلة الثانية المرحلة الثانية تنتهي بنقطين اللي هو انسحاب إسرائيلي من غزة وهذه هي يعني الجوهر الخلاف والرفض من قبل اليمين والإفراج مقابل الإنسحاب الإفراج عن كل الأحياء المحتجزين حتى الجنود كل الأحياء المحتجزين في المرحلة الثالثة تحدث بايدن بوضوح حولها أن الجثث يتم تسليمهم في المرحلة الثالثة التي تبدأ بالإعمار المرحلة الثانية ست أسابيع تبدأ بعد ست أسابيع وبايدن أكد أنه إذا ما انتهى الأسبوع السادس كويس ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية بتفاصيلها تمدد المفاوضات ويبقى وقف اطلاق النار ساري المفعول إلى أن يصلوا إلى اتفاق هذه هي النقطة التي من الممكن أن تهدم المعبد على رأس نتنياهو اللي هي انسحاب إسرائيلي ونهاية الحرب وتكون حماس في هذه الحالة موجودة موجودة لكن بايدن في حديثه أعطى للطرفين ما يريده أعطى للجانب الإسرائيلي أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق ينتهي وقف اطلاق النار وتستطيع إسرائيل أن تستمر في حربها وفي نفس الوقت وأعطى كمان أيضا في مقدمة المقترح عندما تقدم به بايدن كويس تحدث عن أن لا حكم نهائي لحماس يعني بالترجمة العربية أن الوضع الذي سيكون في غزة دون وجود حماس في السلطة حددها حماس لن تكون موجودة في السلطة فهذا يحاول فيه إرضاء الجانب الإسرائيلي في الجانب حماس أيضا في محاولة إرضاءها أنه فيه انسحاب وفيه نهاية للحرب وعودة نازحين وعودة نازحين ولكن اليوم يعني أحد الناطقين الرسميين الأمريكان تحدث أن الورقة التي سلمت إلى حماس وهو قال بايدن أنها سلمت إلى حماس من خلال قطر أن الورقة التي سلمت إلى حماس لم تتضمن اليوم التالي اللي هو بعد المرحلة الثالثة وبالتالي في سؤال يعني هناك لاحظ فيه تناقضات في الموضوع السؤال بيطرح نفسه هل حماس ستفاوض من أجل إنهاء حالها؟ بالضابط هذه النقطة محورية يعني هذه أحد التناقضات الموجودة في المقدرة النقطة للأخرى هل بايدن فعلا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن يخرج إلى العالم ويتحدث عن مقترح إسرائيلي وهو ليس مقترح إسرائيلي مثلا النقطة الأخرى هل نتنياهو فعلا قدم إلى الإدارة الأمريكية قدم مقترحا يتضمن انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة ونهاية للحرب هذه هي التناقضات وهذه الأسئل التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة لكن هناك بعض التفسيرات هناك من يقول بأن عندما قال بايدن بأنه يدعو هذا المقترح إسرائيلي ومن ثم عاد وقال يدعو إسرائيل إلى القبول به هناك من قال بأنه يقصد اليمين المتطرف لأنه يعلم بأنهم هم من سوف يرفضون هو بالضبط هو وجه كلمته بعد ما تلا المقترح وجه كلمته إذا بترجع للنص الحديث باللغة الإنجليزية وجه كلمته إلى عدد من الإسرائيليين وقال حدد أن في منهم من الإتلاف الحاكم أعضاء في الإتلاف الحاكم طبعاً ويقصد اسموتريتش وبنجفير وبالتأكيد في من الإتلاف الحاكم في من أعضاء الليكود وزراء من الليكود هم ضد هذا المقترح ضد المقترح اللي تقدم فيه اللي تحدث به بايدن كمقترح إسرائيلي في نقطة مهمة أنا أشك أن يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بصراحة أن يقول شيء كمقترح إسرائيلي وهو ليس مقترحاً إسرائيلياً وإذا لحظت رد فعل نتنياهو بعد خطاب بايدن هذا لم يتطرق نتنياهو إلى تكذيب بايدن لكن هو قال وهنا أقصد بن يمين نتنياهو قال بأن ما ذكره بايدن لم يكن دقيقاً لكن لم يكذبه لم يكن دقيقاً من الممكن أنه في بعض النقاط اختلف فيها في فهمه ولكن بايدن كان واضحاً أن المرحلة الثانية أن المرحلة الثانية فيها انسحاب إسرائيلي من غزة ونهاية للحرب يعني وقف إطلاق نار كامل في كل قطاع غزة وانسحاب إسرائيلي شكراً جزيلاً دكتور أيمن شاهين وسادة علوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة أشكراً شكراً جزيلاً دكتوري